لماذا لا يتم دفن الضبع إلا بوجود الشرطة كثير من الناس لا يعلم أن وجود ضبع ميت يجب دفنه ضمن محضر شرطة رسمي ويرجع ذلك لعدة أسباب قد لا تعلم أن جلد الضبع قد يصل سعره إلى أكثر من خمسين ألف دولار حيث يستخدم هذا الجلد في تهريب المخدرات حيث أن هذا الجلد لا تخترقه أشعة الماسح الضوئي فكل شيء يكون بداخل هذا الجلد لا يتم كشفه يستعمل بالسحر الأسود بعض أجزاء المخ للضبع يستخدمها الصحر للقيام بالسحر ويبحث عنها بكثرة خاصة لعمل ما يسمى بالسحر الأسود يستعمل لإحداث الجنون للبشر يستعمل سائل المخ للضبع لإحداث الجنون لكل من يتناوله حيث يستعمل هذا قطرياق مسبب للجنون وقد استعمل قديما بشكل كبير كذلك يستعمل بوله لطرد الكلاب عند شم الكلاب رائحة البول للضبع تهرب من المكان وإذا شم الحمار رائحة اقتراب الضبع قد يموت من الخوف في الحال وكما أنه يطلق رائحة تجعل البشر تتابعه حتى يصبح الإنسان وحيداً ثم ينقض عليه ويقتله لكن لماذا يعتبر الضبع رمزاً للدناءة عند البشر يرجع ذلك لعدة أسباب في ذهن العقل البشري وهذا ما عرض هذا الحيوان للإنكراد الضبع حيوان يعيش على الجيف ويأكل ما هو ميت وعفن مما يجعله غير متقبل من قبل البشر الضبع يقوم بأكل فريسته وهي حية بعكس الحيوانات المفترسة الأخرى مما يجعله حيوان حقير الضبع لا يضيع فرصة واحدة للهجوم على البشر دون أن يستغلها مما يجعله من الحيوانات التي تغضر بالبشر وكذلك يوصف بالغدار الضبع يصدر أصوات منفرة للبشر مما جعلها مكروهة للبشر وهي من الحيوانات التي لا يرغب الإنسان بمشاهدتها